أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى النهاردة الحقيقة كان افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة المؤهلة لكأس العالم للشباب في اندونيسيا الحقيقة حفل الافتتاح كان بسيط جداً لكن الأهم وحتكلم عنه هو مباراة الافتتاح ما بين مصر وموزنبيق برضو من حوالي شهرين قلت إن احنا عندنا لقعيبة جيدين جداً في هذا الجيل يستحقوا فرصة للتعبير عن أنفسهم ولكن في النهاية دايماً المدرب أو المدير الفني هو اللي بيحرك الأدوات اللي معاه المباراة النهاردة خرجت بالتعادل السلبي والأداء هنقول اللعيبة مخدودين برضو من أول مباراة هو أداء غير مقنع بالنسبة لنا الحقيقة كفنيين يعني ما فيش صناعة فرص هي كرة قدم هي كرة واحدة تيقلي اللي تلعبت في أول العرضة أول المباراة وجاءت في العرضة إيشو لعبنا دي الزمالك على ما أتذكر عملها بشمال ولعب كويس جداً على فكر ولكن في صعوبة في بناء الهجمة في صعوبة في الوصول للكرة لمنطقة الجزاء موزنبيق منتخب يعني أتمنى أنهم يقدروا يعملوا حاجة أنا مش عايز أتكلم في أمور كثيرة جداً أنا عندي كواليس في هذا المنتخب الله العظيم تلاتة لكن خلينا ننتظر لما بعد نهاية المباراة خصوصاً بعد هزيمة نيجيريا النهاردة من السنغال يعني السنغال كسبت نيجيريا قعد سفر حد تفرج على مطش نيجيريا أو السنغال أو السنغال ونيجيريا حاجة كده تفرج مباراة حلوة جداً جداً نيجيريا اللي مغلوبة من السنغال جون السنغال في دقيقة 80 79 حاجة كده يعني آخر 10 دقيقة نيجيريا وانساك جيم في مسكين السنغال جوه الـ 18 وقبارات بقى بس ونيجيريا دي اللي احنا عالعبها المباراة اللي جاية أتمنى يوم الأربع اللي جاي يوم الأربع الساعة كاما الشباب قولولي يوم الأربع الساعة سبعة كلنا حننتظر منتخبنا الوطني كلنا في ظهر منتخبنا الوطني عندنا برضو مشاكل وهي واضحة برضو معروف مين السبب في هذه المشاكل ولكن أنا مش هتكلم في هذه النقطة دلوقتي أنا هتكلم بعد المباراة الثلاث مباراة أو الأربع مباراة اللي متبقيين لأنه اللي حضراتكم شايفينهم دول أعضاء مجلس إدارة الاتحاد حيكون لهم حساب عسير جداً جداً لو لا تخيل لو لا قدر الله حصل أي حاجة في هذه البطولة لأنه الأمل جهله على هذا المتخب حتى فيتوريا نفسه قال هذا الكلام طب حضرتك مين اللي حيوصل كاس عالم أول وثاني من كل مجموعة خلي بالك أول وثاني وفيه أحسن توالد كمان طب لو وصلنا أحسن توالد على اللاعب تونس بنسبة كبيرة يعني هتلاعب تونس وأنا أنتظر عموماً أنا بحكي ليه دلوقتي في هذا الأمر يعني في نهاية الأمر أنا بقول لكم كده وجوري سراجي في نهاية الشوت الأول على ما أتذكر كمان فاللي بقوله كده ليه بقوله لأنه الحقيقة إحنا عندنا مجموعة لعبين جيدة جدا جدا فوق ما حضرتك تتخيل لعبة اللي موجودة دي نقدر نكسب بيها مباريات كثيرة ولعبة الأهلي على لعبة الزمالك على لعب من الإسماعيلي كلهم لعبة كويسين جدا الحقيقة ويقدروا وعملين شغل جيد جدا ولكن إحنا هنلاعب ناجيري نتمنى نشوف تغيير في الأداء أمام المنتخب النيجيري ونتمنى نشوف فعالية هجومية أكبر أمام المنتخب النيجيري لأن احنا أمام منتخب موزنبيق المتواضع فنيا وجهة نظري المتواضع فنيا كان عندنا فرصة كبيرة جدا أن احنا نخلص المباراة وثلاثة نقاط ولكن للأسف الشديد اتعدلنا سلبين وبالتالي عندنا فرصة خلال المباراتين القادمتين لازم نمسك فيها وكل الدعم لهذا المنتخب لأن غيابه عن كأس العالم أو خروجه المبكر هيكون شيء غير مقبول والبطولة هي زي ما حضراتكم شايفين على أرضنا كل الدعم للمنتخب الشباب في مباراته القادمة أمام ناجيريا والقادم أتمنى أتمنى أن يكون أفضل